نهارده يمكن الساعة 7 كمان ساعة او اقل من دلوقتي ربطة الاندية هتعمل قرعة الدوري المصري في النسخة الجديدة القرعة ان شاء الله بزايا الموسم اللي هو 23-24 القرعة هتبدأ ان شاء الله الساعة 7 في سحة الشعب في العاصمة الادارية الجديدة ويمكن الربطة كانت حددت يوم 18-9 عشان يكون معادل انطلاق المطشاط ان شاء الله في مسابقة الدوري والفرق طبعاً اللي بتشارك فيه عندك الاهلي والزمالك وبرمدز فيوتشر والمصري امبي والمقاولين العرب اتحاد سكنداري وفاركو واسموحة اسماعيلي وبنك اهلي وسيراميكا وطلع الجيش والدخلية وبلدية المحلة والصعدون الجدد ايضاً يعني بلدية المحلة من الصعدون الجدد ومعايا الجنة ومعاياهم نديزات نسخة نتمنى نتمنى انها يعني تكون نقلة بقى يعني مش مطالب ان احنا نتكلم على تحول بنسبة 182 درجة لكن نقدر السنة دي نقدر السنة دي نعمل حاجات كتير جداً تساهم في تحسين او تطوير جودة المنتج منتج في غاية الاهمية بيتابع عشرات الملايين يظل المنتج بتاع الدوري المصري واحد من اهم المسابقات المحلية على مستوى الوطن العربي وافريقيا انا اعرضت لحضراتكم بالمناسبة تصنيف الدوريات في افريقيا كان الدوري المصري بكل مشاكله وثغراته مش عايز اقول عيوب لكن ثغراته هو الدوري رقم واحد على مستوى قنطة افريقيا وما عنديش شك انه جماهيريا مفيش دوري ممكن ينفس الدوري المصري شوف نتكلم على مشاكل الاندية الشعبية وغياب الاندية الجماهيرية نتكلم على مشاكل تحكمية ونتكلم على مشاكل فار ونتكلم على مشاكل اجندة مباريات ونتكلم على عدم حضور جماهيري مباريات بتلعب في مدرجات خلاق كل ده كل اللي بيكلمك فيه ده واللي بالمناسبة جزء منه كبير جدا جدا محلول بمنتهى سهولة بمنتهى سهولة اذا كان فيه اراضة حقيقية وفكر جديد متطور يختلف عن فكر من اداره هذه المسابقة على مدار التلاتين او الاربعين سنة الاخيرة انا بقولك السنة الجاية تقدر تعمل نقلة نوعية في بطولة الدوري المصري كل المشكلات اللي بيكلمك فيها دي وما زال الدوري المصري قادر على منافسة اكبر الدوريات في المنطقة العربية وفي قارة افريقيا بل انه الدوري الاول على مستوى الخارة الافريقي ما بالك بقى لو ده حصل النقلة دي حصلت الدوري ممكن يروح لفين واخد بالك انه كورة للجمهور كورة بدون جمهور ما لهاش لا طعم ولا لون ولا ريحة وايس على ده المدرجات فما بالك لما يكون عندك سبعين تمانين مليون بيتفرجوا على الدوري المصري او بيتابعوا الدوري المصري شوف بقى لو طبعا قصة اندية الشعبية مش تحل في يوم وليلة مش بقول انها ممكن تحل الموسم ده لكن تخيل لو الدوري المصري قوامه العظم النسبة الغالبة فيه هي اندية جمهلية وشعبية شايف حجم الحضور فتحت الابواب للجماهير شايف حجم الحضور للجماهير طورت الكواليتي بتاعت النقل طورت الكواليتي بتاعت التحكيم طورت الكواليتي بتاعت التصوير كل ده يعني ياخد الدوري المصري في حتة تانية خلاص يمكن ما تكونش عندك امكانيات مادية لكن عندك امكانيات بشرية عندك تاريخ عندك رصيد عندك ابطال اندية ابطال تقدر تعلي دايما وتساعدك على انك انت تعلي من قيمة المسابق شكرا